لقي اثنان حدفهما عندما غرق قارب كان على متنه 19 مهاجراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتركيا في وقت مبكر يوم الاثنين وقال خفر السواحل التركية إن 16 مهاجراً تم إنقاذهم ويجري البحث عن امرأة مفقودة والمهاجرون من العراق وسوريا وكان بينهم أطفال وغرق قاربهما قبالة الساحل إقليم مغلى بالقرب من بودرم وي مقصد سياحي شهير وحتى الواقعة الأخيرة قالت السلطات التركية إن 65 شخصاً ممن وصفتهم بالمهاجرين غير النظاميين لقوا حتفهم هذا العام غرقاً قبالة السواحل التركية وفي 2015 أصبحت تركيا واحدة من نقاط الانتلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر للوصول لدول الاتحاد الأوروبي بحراً وسهم اتفاق أبرم في 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي في انخفاض هذا التدفق بشدة بعد وفاة مئات أثناء محاولاتهم الوصول لجزر يونانية تبعد بضعة أميال عن السواحل التركية ترجمة نانسي قنقر